فقر الترند الترند النهاردة معانا مجموعة من الاخبار الهمة جدا والمتعلقة باخبار خاصة بالاهل سواء على المستوى الدولي او حتى على المستوى المحلي هبدأ معاكم بخبر حصري لبرنامج الترند ومتعلق بالاتحاد الدولي فيفا اعلن عن نسبة التزاكرة المخصصة للاندية في بطولة كأس فيفا انتر كونتينيلتل في قطر كل نادي خلاص الاتحاد الدولي حدد الكوتا والنسبة المحددة من عدد التزاكر حسب المعلومات اللي عندي من مسؤول الاتحاد الدولي انه هناك رغبة من الفيفا ان يدي كل نادي الف تزاكرة في مختلف الدرجات بمعنى في مباراة 11 ديسمبر ما بين ديربل امريكتين المتآهل بين اتليت كومينيرو مع بوتفوجة البرازيلي اللي هتتلعب يوم 30 الشهر الجاري في بونس ايرس في الارجنتين المتآهل من هذا اللقاء مع باتشوكا المكسيكي يوم 11 ديسمبر كل نادي هايخد الف تزاكرة طيب مباراة الاهلي مع الفائز منهم هتكون برضو نفس الفكرة الاهلي ليه 1000 تزاكرة لما توصل للفاينال نفس الامر ان شاء الله اذا ربنا قرم الاهلي وصل لمباراة ستادلوسيل هيكون ليه 1000 تزاكرة وفي نفس الوقت الاتحاد الدولي حدد خلاص ان 21 نوفمبر الجاري هيتم طرح التزاكر لكافة الجماهير عبر منصة الفيفا اذا لم ترغب الاندية في الحصول على هذه الكوطة من التزاكر سيتم طرحها للجماهير بدءا من 21 نوفمبر وهذه التزاكر سيتم طرحها تباعا على مراحل مش مرحلة واحدة يعني اول مرحلة تم طرح التزاكر كان يوم 14 لكل حاملة بطاقة فيزا من 21 نوفمبر هيكون لكل الجماهير بس هيتم طرحها تباعا على مراحل مش مرحلة واحدة بحيث ان تقدر الجماهير تلحى تحجز تزاكر خلال الفترة اللي جاية فده اول خبر حصل معنا ان الفيفا حدد خلاص بنسبة كبيرة جدا نسبة كل نادي من التزاكر المخصصة ليه في بطولة كأس العالم في قطر او كأس فيفا انتر كونتينتن اشتركوا في القناة